السلام نرحب بكم جميعا في قناتك هنا جورجرا كويزين الزلاف لون اليوم بإذن الله نشارك معكم وصفة سينامون رول رائعة جدا بعجينة طيبة ومنكهة أكيد من اللي يحبوا البريوش لأنه تصنف كذلك هذا الوصفة أكيد راح أتهمهم هي منكهة بالقرفة المقادير راح نكيلها لكم بيء الملعقة بدون ميزان بدون كوب إذن في الأول عندي نصف ملعقة كبيرة زبدة طرية أو مارغارين نضيف لها الحليب الدافئ نكيل بيء الملعقة كما قلت إذن ناخذ 11 ملعقة كبيرة هذا الحليب تكونوا دفيتوه مسبقا هكذا يذوب معنا هذا المارغارين يعني يذوب شوية ماشي بزاف نزيد له إضافات أخرى ألا وهي خميرة الخبز ملعقة كبيرة نحاول أن نخلطها جيدا مع الحليب والزبدة بعد ذلك نضيف لها ملعقة كبيرة من السكر إذن أعيد نصف ملعقة مارغارين طرية 11 ملعقة حليب دافئ ملعقة كبيرة خميرة الخبز ونضيف ملعقة كبيرة السكر هكذا هذا الخميرة تتفاعل بسرعة معنا إذن نخليه هذا الخليط ونكمله باقي الوصفة إذن نحضر العجينة نحتاج إلى بيضة واحدة بحرارة المطبخ في الأول نحاول نحلها هكذا بالفرشت يحل نحل معنا هذك البيض بعد ذلك نضيف المناكه اللي قوت لكم عليه هذا اللي يميز هذا الوصفة السينامول هي القرفة أو لكانيل ملعقة صغيرة مع قليلا من الفانيليا نخلطوهم إذن يمكن كمية القرفة يمكن تنقصوا يعني تضيروا غير شوية ولكن إلا كانت تحبوا هذا المناكه تحبوا هذا التابل وصفة رائعة نصحكم نجربوها أكيد راح تعجبكم نضيف إذن الخليط خليط الحليب والزبدة والسكر وخميرة الخبز هنا في كم لاحظة فقط يمكن إلا حبيثوا هذا السينامول نروليجي كما حلوة بزاف نضيفوا اثنين ملاحق يعني الحلوة هنا أنتما لتحكموا فيها نواصل الخلط بالفرشات اللي نحتاج إلى الفوي أو الخلاط نضيف الفارينا الفارينات تكونوا غربلتوها مسبقا نكيلكم بالملعقة أيضا مهم جدا لبنات تكون عندكم مفدار الفارينا من النوعية الجيدة نكيل عشر ملاحق كبار عمرهم جيدا هذا السينامون رول لا يحتاج الماء ولا الزيت هذا المكونات تكفي للعجينة لمها فقط بالملعقة بعد ذلك نكمل باليد بما أنه مقادير بسيطة كما لاحظتوا كينا بالملعقة إذن نحتاج ملعقة حليب وعشر ملاعق فارينا أو طحين أبيض لا يحتاج الميزينة إذن نخليها ترتاح حوالي 10 إلى 15 دقيقة فقط هكذا يسهل علينا العمليات عمليات كنجي ونبسطوها بالحلال فوق البلون ديت خفاي نعاون هذا العجينة هكذا ما تلسقش بالفارينا نبسطوها في سمك 4 إلى 5 مم هذ الطريقة أكيد كلكم تعرفوها عجينة طرية ناجحة وطيبة كما لاحظتون كهنا ضفنا لها القرفة مع الفانيليا إذن حتى هكذا ما زال ما محتنهاش في الفرن ولكن الرائحة طيبة نذوب ملعقة كبيرة من الزبدة يعني في الكل في العجينة درنا نصف ملعقة وهنا ملعقة كبيرة ذوبناها بالبنسو نطلي كامل هذا العجينة بعد ذلك نضيف السكر البني أو كسناد إذا كان متوفر عندكم وإلا عوضوا بالسكر حبيبة العادي مع القرفة في الأخير نضيفه هذا المكون الرائع وهو حلوة الطرك هذا يعطيها البناء يعني حلوة الطرك مع القرفة من شاء الله تحصلوا على ذوق رائع نلفوها بحذر ناء العجينة خليناها تريح إذلك راح تحاولنا يعني نلفها بكل سهولة نكيلوا أو نقيسوا أسبوعين ونقطع نحطها فوق البلاتو خليوهم شوية متبعدين هكذا لأنه راح نخليوهم يرتاحوا حتى يتضعف الحجم التحا ها هي بهذا الطريقة يعني خليناها حوالي خاصة إلى كان جو دافئ أو خليتوها في مكان وين توجد الحرارة إذا لم تأخذوا وقت بزف ندخلوها الطيب على درجة حرارة مية وستين مية وسبعين حتى المية وثمانيين كل وحدة تعرف الفرن التحاها ها هي النتيجة يعني كده أخذ لكم اللون من التحت شعلوا لها من فوق تأخذ هذا التحميرة وفي الأخير نخلط سكر الناعم بقليل المناء الحليب والقهوة سريعة الذوبان أو حتى القهوة العادية هي كريمة سهلة يمكن تعوضها بأي حاجة تحبوها كما لاحظوا مدرناش كمية كبيرة من السكر فقط ملعقة تحلنا العجينة ضفنا حوالي نصف ملعقة صغيرة من الكاسونات أو السكر البني إذا ننصحكم بهذا الكريمة ها هي في طبق التقديم رائعة جدا ذوق ولا أروع لاحظوا من الداخل يعني مورقة لذيذة عشاق القرفة ننصحكم بهذا الوصفة متأكدة أنكم ستتمتعوا بالذوق الرائع ونقولكم السلام عليكم لا تنسوش اللايك والتعليق إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر